الصورة قليلاً الآن الدكتور أحمد الطيبي والدكتور منصور عباس يلتقيان هنا في السؤال الأول ماذا قال له سؤال الأول ماذا قال له الدكتور أحمد طيبي ماذا قال له منصور عباس نعم دكتور منصور عباس رئيس القايمة الموحدة بجانب الزميل إيش سحاده الآن التقيت sweep أنت ودكتور أحمد طيبي العلاقات مليحة كويسة إيش حكرت له بعد لا في طبيعة الحال العلاقات ممتاز شخصية وإحنا أصدقاء وشركاء سابقا ما في أي مشكلة في بعض الشركاء السابقين اللي ذهبوا باتجاه اللي هو يعني مقاطعة وكذا ولكن هذا ليس قبل اللحظات قال الدكتور منصور عباس يعني يقول لي أنه إحنا مدينا يدينا إلى القائمة الموحدة صوتنا معهم في بعض الأمور بعض القوانين ولكن اليوم في أهم من أهم القوانين أيضا قانون شارع ستة وبعد ما تفقت مع الدكتور منصور عباس صوت ضد أنا أريد أن أكون واضح بشكل كامل نحن الآن موجودون في ائتلاف هذا الائتلاف له وجهين لوجه الأول أننا نستطيع أن نحصل مكاسب كبيرة لمجتمعنا العربي قوانين ميزانيات وحل مشاكل لمجتمعنا العربي مقابل هذا الأمر ماذا نعطي نحن نحن نعطي التزام للائتلاف أن نكون مع الائتلاف أن نمنع سقوط الحكومة وحل الكنيسة والذهاب للانتخابات وعودتنا تنياهم الآن في هذا الإطار إذا أراد الإخوة في القائمة المشتركة التعاون معنا يدنا مفتوحة وأنا قلتها اليوم وقلتها للدكتور أحمد في لقاءنا الصباحي قبل الحديث عن هذا القانون قلت له نعم نحن مستعدون أن نتعاون معكم تعاون كامل ولكن هذا التعاون يجب أن يكون مؤسس على رؤية واضحة أنتم تعطون شبكة أمان للائتلاف الحكومي في القضايا الاجتماعية والاقتصادية ومن موقعكم في المعارضة يعني تبقى المعارضة السياسية قائمة ولكن تعطوا شبكة أمان في القضايا الاجتماعية والاقتصادية في عملية التصويت لا تتعاون مع الليكود وفي هذه الحالة يمكن للقائمة المشتركة ونوابها أن يحققوا إنجازات بالتعاون معنا بالتنسيق معنا وفق برنامج محدد هل تشوف هاي إحراجات بالنسبة لكل اللي يقوم في القائمة المشتركة؟ الموضوع ليس موضوع إحراجات موضوع موضوع عمل سياسي يؤدي إلى نتيجة وعمل سياسي آخر هو مجرد مشهد مصرحي يؤدي إلى أضرار أنا أعطيك مثال بالأسبوع الماضي جاءوا بقانون المستشفى واضطرنا في القائمة الموحدة أن نسلك كما سلكنا وخرجنا عن الالتزام الائتلافي اليوم ماذا حدث؟ الائتلاف كله خرج عن موضوع الانضباط أو الالتزام الائتلافي واحدة بتلك بمعنى مرور القانون الآن مرور القانون حريش في القراءة الأولى هو ثمن دفعنا لما حدث في الأسبوع الماضي أنا أريد أن أقول مرة أخرى المعادلة الرابحة لمجتمعنا العربي كله الآن أكثر من مجرد حديث عن موحدة وعن مشتركة المعادلة الرابحة أن نكون في هذا الائتلاف سواء في داخل الائتلاف كقائم موحدي أو داعمين للائتلاف من الخارج في القضايا الاجتماعية والاقتصادية لمجتمعنا العربي ونمنع تفلت اليمين ونمنع قرارات تضر في مجتمعنا العربي هذه المعادلة الصحية أما إذا تظلوا القائم المشتركة في سياسي بهلواني بحقيقة مجرد إحراج أو مشهد مسرحي وندفع هذا الثمن ما إحنا مضطرين أحيانا أنه يكون موقفنا صعب في هذه المسائل كما حدث في الأسبوع الماضي أنا مرة أخرى أقول وناشد التعقل في إدارة العملية السياسية إحنا كنا في فترة موجودين في المعارضة أسهل شيء أن تكون في المعارضة أصفى وأطهر مواقف وانت موجود في المعارضة ولكن الدخول إلى الائتلاف له ثمن هذا الثمن ممكن أن تدفعه ولكن بشرط أن تحقيق مكاسب لمجتمعك العربي نحن نريد أن نعظم المكاسب نعظم مصالح مجتمعنا العربي وأن نقلل الثمن الذي ندفعه مقابل وجودنا في الائتلاف الخلاف الآن مع إيلة شاكيد وخاصة بما يتعلق بقانون الكهرباء دكتور منصور الآن القائمة المشتركة تقول نحن معكم في هذا القانون والقائمة المشتركة وأيضا أن الدكتور أحمد طيبي تحدث من خلال البيان هذا الأسبوع أنه يدعم وسيصوت لصالح المجتمع العربي الآن لقائك واليوم أيضا لقائك مع الدكتور أحمد طيبي والمجتمع العربي بدأ تتضح له الصورة أن هناك تقارب بينكم وبين المشتركة مرة أخرى دعم النواب القائم المشترك لقانون الكهرباء لا يساعدنا على تمرير القانون الذي يمرر القانون علينا أن نفهم هذا الأمر هو الائتلاف وعندما يمر القانون الذي ينفذ القوانين هو الحكومة لذلك المسألة ليس مسألة أن نسجل قوانين على أوراق هذا الذي نقوله وأعطينا أمثلي على ذلك في عشرات وربما أكثر من ذلك قوانين تم تمريرها لأحزاب أخرى يهودية وتم تجهولها من قبل الحكومة بحجة أنه ما في ميزانية لذلك ليس الهدف فقط تمرير القانون نحن نريد أن نمرر القانون ونريد من الائتلاف والحكومة أن تلتزم بتنفيذ القانون معنى الالتزام بتنفيذ القانون هو توصيل البيوت في الكهرباء بشكل قانوني الآن تخيل أن القانون مر والوزيرة لم تخرج الأوامر الوزرية المطلوبة لتنفيذ هذا القانون والأمر استمر أشهر وسنوات ما هذا إحنا اللعبة مجربينها لذلك هدفنا الأول أن يمر هذا القانون بدعم كامل من الائتلاف ومن الحكومة وأن تتعاون معنا وزيرة الداخلية في تنفيذ هذا القانون الائتلاف في خطر دكتور منصور الائتلاف كل الوقت على الأقل بالنسبة لنا كقائم عربي موحد ما فيه سبع أطراف في الائتلاف غيرها لكن أنتم يعني القوة التي تؤثرتها بالنسبة لنا كقائم عربي موحد كل الوقت اللي هذا الائتلاف يحقق المصالح المرجوة لمجتمعنا العربي فليس من الحكمة أن نفك هذه الشراكة أنا أعطيك سبب واحد لبقائنا في هذا الائتلاف وفيه أسباب أخرى كل العملية الجارية الآن في محاربة العنف والجريمة لأول مرة حكومة الإسرائيلية رئيس الحكومة الوزراء الأجهزة المختلفة في إرادة سياسية لمكافحة العنف والجريمة والكل يرى هذا الأمر هذا معناه ليس مليارات أموال وشواقل هذا معناه إنقاذ حياة أرواح فبالتالي كل إنسان يأتي ويريدنا اليوم أن نجازف وأن نفك هذا الائتلاف ونروح لانتخابات يا أخي الموضوع ليس فقط حتى عودتنا تنياه أنت ستعود إلى مربع تدفع ثمن بأرواح أبناء مجتمعك العربي نريد أن نعطي فرصة لهذه الحكومة لتنفذ سياسات تمنع وقوع ضحايا في مجتمعنا العربي كثير ناس بتحدثوا أن القائمة الموحدة مقابل مليارات وبسموها فتتات ما يهمني ليس الثلاثين مليار ولا العشرين مليار للشوارع ولا غير الأموال ما يهمني أولا هو مكافحة العنف والجريمة ستنجحون بذلك وإنقاذ حياة أبنائنا نحن في الطريق الصحيح بدأنا في هذا الاتجاه الصحيح ونبين أنه في خطوات قوية وأولية وتخيل إن شاء الله الخطوات التي ستأتي بعدها لذلك عندما خضنا هذا المشروع السياسي خضنا أولا من أجل حياة وأمن وكرامة أبنائنا وبناتنا ومستقبلنا هذا الذي نضعه في القائمة العربية الموحدة أولا في الميزان المليارات مهمة في التربية وفي التعليم وفي الرفاه وفي الصحة وفي التخطيط والبناء والاعتراف بالقول الغير معتراف فيها مهم ولكن الأهم حياة الناس ما تتغير بعد إقرار الميزانية دكتور منصور السبعة قليلة بالتأكيد والعمل سيجري لاحقا قمت بزيارة القرى غير معتراف بها وهل هناك أمور أخرى سيشهدها المجتمع العربي بالتحديد خلال أيام القليلة في طبيعة الحال الآن القرار الأقرب هو تحرير حوال 140 مليون شيكل لصالح المجالس المحلية العربية وهذه يعني خلال أيام خلال أيام هذه هبة يعني في العام 2021 ما كانت موجودة لا في الميزانيات والشيء من أجل دعم مجال كيف رح تقسيم هذه الميزانية؟ يعني هذا الخبراء المختصين في هذا الموضوع بقسمه حسب معايير معينة حسب عدد سكان أو شيء معين ولكن هذا المبلغ هو من الموازنة التي هي متعلقة بنا كقائمة عربي موحدة ميزانية ائتلافية بسموها الكيسف الكواليكسيوني إحنا آثرنا لا نتصرف كباقي الأحزاب في هذه الأموال نتصرف بشكل يعني معايير واضحة كجزء من الميزانية العامة قررنا أن نرصد هذا المبلغ لصالح المجالس المحلية العربية جميعا دون تمييز بين مجلس وآخر وعلى معايير واضحة وشفافة بالنسبة لباقي الميزانية باقي المليارات التي تتحدث عنها طبعا العملية هذا تبدأ الآن جارية في مجال التربية والتعليم سيكون هناك تغيير في الموازنات للمدارس في بناء أربع تلاف غرفة تدرسية خلال خمس أعوام وغير ذلك من المشاريع اللي الآن يبدأ التجاهز لها تنساش أنه هذه الميزانية هي في العام 2022 فعمليا الآن بصير في تجهيز وعملية التنفيذ تبدأ من 2022 وهنا أنا أقول نعم من واجب المجالس المحلية العربية أن تستعد كوادرها المهنية رؤساء المجالس أن يستعدوا لإعداد برامج الأصل أنه البرامج تكون جاهزة ونبدأ نستثمر هذه الموارد اللي موجودة بناء مدارس بناء غرف بناء قاعات رياضية بناء كل المشاريع المطلوبة بناء بلديات أو بنايات لمجالس محلية شق شوارع غير ذلك من المشاريع المجالس المحلية يجب أن تتحمل مسؤولية ترتقي في مستوى أداءها وتستثمر هذه الأموال ليس كما حدث في الخطة السابقة أو الخطط السابقة أنه استثمار الموارد الموجودة في الخطط السابقة كان استثمار قليل ولا نريد أن نبقى في هذا المربع أنه دائما يقولون لكم أن الدولي والحكومي تخصص لكم موارد وأنتم لا تستثمروا هذه الموارد فالآن الكل يجب أن يتحمل مسؤولية نحن كنواب القائم العربي المحدي من الموقع اللي نحن موجودين فيه اللي هو موقع يصنع إرادة سراسية في داخل هاتم الخططات تخذوا مصاري نحن سنكون بالمرصاد لكل ميزانية لكل مشروع لكل توجه أيضا من قبل مجالس المحلية نساعد رؤساء المجالس نساعد الكوادر المهنية من أجل استثمار هذه الموارد لصالح مجتمعنا العربي وقبل أن ننهي الدكتور منصور عباس قبل قليل زميل شحايد عازم للستوديو يقوم بمقابلة مع سعيدة بقعود من هيئة الإسلامية في مدينة يافا وهناك منذ أيام خيام في حديقة الغزاز وعائلات بدون مأوى بدون بيوت وذكروا اسمك بالتحديد أنك لم تزور مدينة يافا للتدقب الأهالي إن شاء الله هذا الموضوع سنتابع كل ما هو مطلوب مننا من أجل دعم أهلنا في يافا سنقوم بالواجب المطلوب مننا لن نقصر معهم بالعكس إحنا أهلنا في المدن المختلطة لأول مرة يدخلوا كجزء من الخطة الخماسية خطة التقدم رقم 550 رصدنا مبلغ خاص اللي هو 300 مليون شكل وهذا المبلغ قابل لأن حتى يتضاعف ما فيحنا أي مشكلة في هذا الموضوع خلال الأشهر القريبة سيتم إعداد الخطة التفصيلية للعرب في المدن المختلطة وأيضا هناك نصيب كبير لأهلنا في القرى في المدن المختلطة في عموم الخطة عندما نتحدث مثلا عن ميزانية التربية والتعليم تقريبا 10 مليار شكل يعني بشكل كامل لهم نصيب بناء مدارس تصليح مدارس وترميمها حاجة لبيوتهم الآن أيضا ميزانيات كذلك في موضوع التخطيط والبناء لهم نصيب يعني إحنا ما فصلنا الأحياء العربية في المدن المختلطة عن نصيبهم في معظم أجزاء الخطة الآن هناك حقيقة أنا طلبت أن يتم إعداد شيء تفصيلي أكثر في داخل خطة التقدم خطة 550 يظهر المجالات التي سيستفيد منها أهلنا في المدن المختلطة ورغم ذلك أنا أعود وأكرر حتى المبلغ الذي رصد اللي هو 300 مليون شيكل بشراكة بينه وبين مكتب رئيس الحكومة هذا المبلغ قابل لأن يتضاعف لصالح أهلنا في المدن المختلطة دكتور منصور عباس رئيس القائمة الموحدة شكرا